الازمة الحالية التي تمر بها البلاد تعد من اسوأ الازمات السياسية التي شهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق وانتجت هذه الطبقة السياسية الفاسدة لتكون على رأس هرم السلطة لتدخل بالبلاد والعباد الى نفق مظلم لا تعرف له نهاية خرجت الجماهير الى الشارع تطالب بتغيير الرئاسات الثلاثة واعلان تشكيل حكومة من غير الكتل السياسية والاحزاب المتمسكة بالمحاصصة والذي دمرت العراق وثبت العباد وجعلت المواطن العراقي يعيش في ظروف المعاناة الصعبة ما حصل يوم اقتحام المنطقة الخضراء وصفه البعض بمثابة ضربة موجعة للعملية السياسية وخرق امني خطير اذ لم يكن هناك اي دور للحكومة في منع ما حصل وهذا ان دل على شيء فهو يدل على هشاشة الحكومة وضعفها كما ان القوات الامنية لم تقم باي دور في حماية مؤسسات الدولة لن نرضى ان تمرر حلوط ترقيعية اليوم العراق وصل الى مفترق طرق نعتقد انه اذا ما تم انه الكتل السياسية والحكومة تتحمل المسئولية مجتمعة لان المسئولية نعتقد انه مسئولية تضامنية والعراق يمر بظروف حرجة علينا كلنا ان نكون على قدر عالم مسئولية ونكون ممثلين حقيقيين لابناء شعبنا العراقي دخول الجماهير الى البرلمان اضاع عهيبة الدولة نعم هذا بلا شك يجب ان نتفق على هذا الموضوع في نفس الوقت تعاملت الدولة مع هذه الجماهير الغاضبة والتي دخلت البرلمان بحكمة الفوضى والارباك الذي شهدته العاصمة بغداد بعد اقتحام المنطقة الحكومية من قبل انصار التيار الصدري فتح الضوء الاخضر امام الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لاحزاب متنفذة لتعزيز انتشارها في معظم مناطق العاصمة بحجة حمايتها الامر الذي اثار الخوف والرعب بين المواطنين فشل الحكومة الحالية بادارة العراق وايصاله الى بر الامان ادى الى انتشار الفوضى في كل مفاصل الدولة والمجتمع لقناة الفلوجة في راس الدوليمي بغداد